من وسط مدينة حائل اطلال على الماضي عبر قلعة عيرف الأثرية التي تتميز بتصميماتها الهندسية البسيطة وتفاصيلها الانشائية السهلة بحكم كونها منشأة عسكرية فقد روعي في انشائها آنذاك أن تكون في مكان مرتفع وأن تكون خارج نطاق المواقع السكنية إلا أنها الآن تتوسط مدينة حائل وتحيط بها الأحياء السكنية من كل جانب القلعة بنيت في نهاية القرن الحادي عشر الهجري وداية القرن الثاني عشر القلعة هذه قلعة حربية بنيت في عهد أسرة العلي قلعة مراقبة عسكرية والله فيه إقبال وخاص بوقت الرالي ووقت الإجازات تكون في إقبال كبير وقد أولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما كبيرا في الحفاظ على هذا المعلم الأثري وإجراء الترميمات اللازمة له من فترة إلى أخرى فهو مبنى مشيد من الطين وينتهي إلى فناء خارجي صغير يؤدي إلى مدخل القلعة الرئيس واستخدم فيما بعد لإطلاق طلقات مدفع رمضان كتقليد كانت حائل تتميز به أكثر من 400 متر مساحة هذا المبنى فحولت قيمة الجبل إلى أهم معلم سياحي في المنطقة عبدالعزيز العيادة الإخبارية حائل